بيانت حركة التداول للشكات المتبادلة في البنوك الأردنية في بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع قيمة الشكات المعدة بنسبة 77% في شهري آذار ونيسان الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغت قيمة الشكات المرتجعة حسب البيانات المنشورة حوالي نص مليار دينار خلال شهر آذار ونيسان وهذه فترة الحظر طبعا الناس كانت متعطلة وحظر شامل وكامل في معظم القطاعات الاقتصادية وبالتالي كان حركة البنوك مركزة على تسيير العجلة الرئيسية فيما يتعلق بالمقدة الغدائية وغيرها وأظهرت بيانات البنك المركزي أن عدد الشكات المتداولة وصل إلى مليونين وثلاثمائة ألف شك بلغت قيمتها عشرة مليارات وثمانمائة مليون دينار بحيث شكلت نسبة المعادة منها ستة ونصف بالمئة اللي تأثروا بي الكورونا ونحاول نساعدهم من خلال حوافز سواء كانت قطاعات تصديرية أن نقدم حوافز لهم من خلال القضايا الضريبية وغيرها والقطاعات والأفراد اللي تأثروا أكثر أن نقدم لهم مساعدات أكثر ونساعدهم بتمويلات وتسهيلات سواء كان من البنوك أو أن نأجل بعض المستحقات عليهم الحلول المقترحة لا تقتصر على دور البنوك والقطاع المصرفي الحلول المقترحة لها علاقة بكل الاقتصاد بشكل شامل والقطاع المصرفي على رأسه وتحت مضلة البنك المركزي الأردني قام بحزمة من الإجراءات الكبيرة واللي أدت إلى مساعدات معظم العملاء المتضررين لمواجهة الظروف الاقتصادية المستجدة قدم البنك المركزي تسهيلات عدة منها عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم الشكات لأسباب مالية ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشكات 425 مليون دينار قيمة الشكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال شهرين والتخوف اليوم أن تكون عواقب الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا شرسة على الاقتصاد الأردني نظراً لما كان يعانيه الاقتصاد قبل الجائحة رأي يعقوب الغد عمان اشتركوا في القناة شكرا